في الوقت الذي تشهد فيه معركة الموصل تقدما كبيرا في الجانب الأيمن من المدينة توجى باستعادة السيطرة على مراكز حكومية مهمة جال رئيس الوزراء حيدر لعبادي في الموصل وأربيل والسليمانية حيث التقى رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني كما التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني حيث شدد الجانبان على ضرورة توحيد الخطاب السياسي بالتزامن مع ما يمر به البلد من تحديات لأجل تجاوزها وبحسب بيان لمكتب العبادي فإن الطرفين عقد اجتماعا في أربيل بحث فيهم الأفنازحين وبذل مزيد من الجهود بشأنها مشددين على أهمية التنسيق بين مختلف صنوف القوات الأمنية بضمنها قوات البشماركة في محاربة داعش